اشتركوا في القناة ويجري جلالة الملك المفدى خلالها مباحثات مع فخامته تتناول علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبول دعم وتعزيز افاق التعاون المشترك في شتى المجالات اضافة الى اخر التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال يسعدنا في هذا اللقاء ان نرحب بفخامتكم في مملكة البحرين معربين عن اعتزازنا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بلدين الصديقين تكتسب زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله الى جمهورية تركومانستان اهمية بالغة لما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات متميزة وتمثل هذه الزيارة فرصة مناسبة لتوطيد العلاقات وتعزيز سبل دعم افاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا ما يرتبط منها بالجانب الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين وتأتي زيارة الدولة هذه تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس جربان جوليبردي محمدوف رئيس جمهورية تركومانستان الصديقة بما يؤكد حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات بينهما ودفعها نحو آفاق ارحب من التعاون في شتى المجالات وتمثل العلاقات بين البلدين نموذجا للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل ورعاية المصالح الاستراتيجية المشتركة فقد كانت البحرين اول دولة ترسل وفدا لزيارة تركومانستان بعد استقلال الجمهورية كما شهد عام 2011 زيارة فخامة الرئيس جربان جوليبردي محمدوفي الى مملكة البحرين عقد فيها جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك المفدى رعاه الله وتم فيها توقيع جملة من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة وتوجت هذه الزيارة بتقليد جلالة الملك المفدى فخامة الرئيس التركومانستاني وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة ومنذ تلك الزيارة والعلاقات بين البلدين في تطور مستمر شمل المجالات كافة لتأتي زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى لتضيف لبنة الى بناء العلاقات المتميزة ولتؤكد على سعي المملكة الدائم الى توطيد علاقاتها المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وما تتمتع به البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله من قبول على المستوى الاقليمي والدولي